شركة الشريف للإنتاج الإعلامي اختيارات بلا حضور احنا بنساعدك لحدوث حمل مش بس كده انت كمان تقدر تحددي نوع الجنين في مراكزنا أطباء استشاريون ومتخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة وكمان غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة وحضنات حديثة على أعلى مستوى ومعمل تحليل متكامل بيعمل على مدار 24 ساعة ولان راحتك وساعتك تهمنا يوجد إقامة للمختربين من خارج القاهرة لعدة أيام خدمات طبية على أعلى مستوى كما يوجد وحدة خاصة لعلاج أمراض الزكورة وعينات الخسية وكل خدمات تأخر الحمل والإنجاب في مكان واحد احنا كمان بفضل الله حققنا أعلى نسبة نجاح حقن مجهري وحدوث حمل أكبر تجمع للأساتذة من جامعة الأزهر وجامعة عين شمس في مركز كابتل للإنجاب سي بي سي للتواصل يرجى الاتصال على 011-32-1-38-0 010-31-70-880-02-26-70-21-85 الأنوان 49 شارع محي الدين عبد الحميد متفرع من شارع عباس العقاد أمام الحديقة الدولية ووندرلاند مدينة نصر القاهرة مع مركز كابتل للإنجاب الأمل في الله كبير موسيقى مشاهدين الكرام موسيقى 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 مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في سيناريو الحلقات غير التقليدية في رحلة الإنجاب ويكون دائما معنا ضيف هذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور أحمد حسيني سلامة أستاذ طب النساء والتوليد بكل طب جامعة عين شمس وأيضا استشاري الحقد المجهري بمركز كابتل للإنجاب سي بي سي دعونا نرحب بيه برحب بيك دكتور أحمد أهلا وسهلا وأهلا باستاذ المشاهدين كلهم ربنا يخليك يا دكتور دائما مشرفنا الله يخليه ونستقل من علم ساعدتك بشكل جيد ربنا يكرم حضرتك من خلال الطرح الإعلامي أو للسيناريو الحلقات غير التقليدية النهاردة بنتكلم عن سؤال بعنوان ما هي الحكمة من الإجهاد طبعا الإجهاد كلنا بنعرفه أنه هو المسألة اللي الجانين فيها بيتمش الحمل بشكل جيد وبينزل في الشهور الأولى الأول أو الثاني أو الثالث أيا كان لكن إحنا بنقول إيه الحكمة من الإجهاد ده السؤال اللي أنا بواجهه لأستاذ دكتور أحمد حسيني سهلا باتفضل الدكتور أهلا بي حضرتك وأهلا باستاذ المشاهدين كلهم الحقيقة الإجهاد ده أنا موضوع بحب أتكلم فيه جدا لأنه باعتبره هو رحمة من الله سبحانه وتعالى الإجهاد ما فيش بيتين في مصر إلا وواحد فيهم شاف في مرحلة من مراحل حياته حالة أو حالتين من حالات الإجهاد نظرا لتكراره والنتيجة لشيوعه الأوي ده أن الحيوانات المنوية أو البويضات عددها بالملايين مش كلهم سلام ده عند الزوج والزوجة اللي هم ما عندهمش أي مشاكل وبيخلفوا ليس كل الحيوان المنوي أو كل البويضة سليمة ولذلك عند امتزاج حيوان منوي أو بويضة غير سليمة ببعضهم فينتج جنين غير سليم خلينا نبسط المعلومة للسادة المشاهدين فعندما يحدث الإجهاد هو رحمة من الله سبحانه وتعالى لكي يمنع وجود مرض لكي يمنع وجود تشوه لكي عندما تستحيل الحياة فيقرر الله رحمة الأب والأم بهذا الإجهاد يعني فيه شقين الحقيقة الجزء طبي وجزء روحاني إنه روحاني شوية كده لازم نلم بهم هما الاتنين الجزء الطبي أن الإجهاد هو جنين معيوب في غالب الظن نعم الإجهاد هو حماية للأب والأم طب يا طرى لو كان كمل ممكن يحصل أزى أكتر ليها آه طبعا فنسمي إن الحكمة من الإجهاد أحيانا إنقاذ حياة الأم أحيانا تقليل العبء على الأب والأم نخش على الجانب الروحاني هنلاقي إن طب ما هو فيه أطفال كتير فيهم أمراض وتشوهات وتولدوا وموجودين في وسط أسرهم نقول لهم إيه دول طبعا نقول لهم إن سبحانه وتعالى يدبر الأمر لابد أن نرضى بحكمته حكمته في الإجهاد وحكمته في الأطفال اللي فيها تشوهات أو فيها عيوب خلقية ده سواب وده سواب ما علينا إلا السعي والرضى بالنتائج من عند الله سبحانه وتعالى والنعمة بالله في الحقيقة يعني الجانب الروحاني اللي ذكره الأستاذ دكتور أحمد حسيلي يعني يمكن أكثر قربة لنا عن الجانب الطبي باعتبار الجانب الطبي ده تخصص ولكن فعلا كلام جميل طب دكتور أحمد لو أنا قلت هل هناك أسباب غير تقليدية المتعرف عليها في هذه المسألة آه استكمالا للجانب الروحاني بتاعنا إحنا لو عندنا إحدى نظريات التطور كانت بتقول إن البقاء للأقوى أو الجنس القوي يولد أطفال أقوياء فإن إحنا عندنا قد يكون الحكمة في بعض الأحيان إن ربنا لو عايز مرض يقطعه من العيلة دي ومش عايزه ييجي تاني فلو الفرد ده من العيلة دي ما أنجبش قد يأتي ذلك بحكمة إن المرض ده ينقطع ويبدأ الأجيال اللي بعدها تبقى صحيحة سليمة غير معلولة ده الحقيقة أحد الحاجات اللي بيميز مركز بتميز مركز سي بي سي أو كابيتل للإنجاب إن إحنا عند عمل الحقن المجهري ممكن نجخص الكثير من العيوب الكثير من الأمراض الجينية والصفات الوراثية اللي ممكن تحمينا وتحمي الأسرة دي من إن أنا أزرع لهم جنين إلا بعد ما قلت تأكدت بنسبة كبيرة وليس 100% إن الجنين ده سليم إنه هو خالي من الأمراض الكروموزومية والجينية المعروفة الحياة التقنية بتقدم في مركز كابيتل للإنجاب و سي بي سي بتتيح فرصة أفضل للحمل نسب أعلى الحصول على أجنة سليمة وربنا يرزق الجميع إن شاء الله أمين يا رب يعني دكتور هستازينك نطلع الفاصل بسيط ثم نعود و معنا مجموعة من الصور إن شاء الله توعلق عليها مشاهدينا ابقوا معنا بعد هذا الفاصل مفيش مشكلة ملهاش حل اوعتي أسي من رحمة ربنا مع مركز كابيتل للإنجاب سي بي سي ربنا هيحقق لك حلم الإنجاب إن شاء الله مركز كابيتل للإنجاب سي بي سي من أكبر المراكز بالشرق الأوسط للحقن المجهري وأطفال الأنابيب إحنا بنساعدك لحدوث حمل مش بس كده إنت كمان تقدر تحددي نوع الجنين في مراكزنا أطباء استشاريون ومتخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة وكمان غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة وحضنات حديثة على أعلى مستوى ومعمل تحاليل متكامل بيعمل على مدار 24 ساعة ولأن راحتك وساعتك تهمنا يوجد إقامة للمختربين من خارج القاهرة لعدة أيام كما يوجد وحدة خاصة لعلاج أمراض الزكورة وعينات الخسية في مركز كابيتل للإنجاب سي بي سي للتواصل أهلا بكم مشاهدين بعد الفاصل والحديث موصول مع الأستاذ دكتور أحمد حسيني سلامة أستاذ طب النساء والتوليد بكل طب جامعة عن شمس وأيضا استشاري الحقن المجاري بمركز كابيتل إنجاب سي بي سي في الحقيقة كان الحديث خبل الفاصل حول موضوع الإيجاد في جوارب جديدة اتعلمناها ولكن دكتور أحمد وعبنا السادة المشاهدين بإنه في معانا بعض الصور اللي جلبناها أنا ممكن جدا أن أنت توضح لنا بعض هذه الصور أو بعض النقاط تشرح عليها تفضل لدكتور الحقيقة هي صور مش عاطفية شوية ولكن هنبدأ بيهم إن إحنا نقول إن ده إجهاض في الإسبوع الـ 12 تقريبا والإجهاض في الإسبوع الـ 12 أو في الشهور الثلاثة الأولى بيبقى أسبابه صعب جدا إن أنا أبلغ المريضة ما هو سبب الإجهاض فيها من كترهم ومن صعوبة تحددهم نمرة اتنين أحد العيوب الخلقية في المشيمة زي الصورة اللي واضحة قدامنا ممكن تبقى سبب مباشر في وجود أوعية دموية غير مباشرة أو إيصال دم غير مباشر للجنين بشكل غير كافي يؤدي إلى حدوث الإجهاض اللي قدامنا الجنين ده في 14 إسبوع متميز إلى راس وإيد ورجل ولكن الله أعلم بصفاته الوراثية وسليم ولا لأ وإنما الشكل الظاهري زي ما احنا شايفين هنا لا يعبر عن الجوهر أو الباطن يا ترى ممكن طفل زي ده يلاقي فيه إيه تلاقي فيه تضخم الكبد والطحال واستسقى في البطن وتضخم في المخ والغدد مش شغالة كويس مما يؤدي إلى عمل عمليات زي دي إخراج الجنين بعملية تفريغ للرحم يتم عن طريق الشفط أو عن طريق الاستخراج بعملية الكحت أو في بعض أنواع الحمل خارج الرحم يتم قتلها في مكانها يعني عشان خاطر صعوبة استخراجها كل دي صور بتورينا إن هناك حكمة سواء أردنا أملا من نريد أحيانا التوائم الملتصقة كلام ده كله عيوب في التطور أو خلل في نمو الجنين بيؤدي إلى بعض التوائم الملتصقة ممكن يكبر ويكمل معانا ويتولد وشوفنا كلنا قصص في التلفزيون وسمعنا عن ناس في عندهم طوائم ملتصقة وعمليات فصلهم بقى فيها تقدم كبير إذن لو ربنا أراد بالحمل إن هو يكمل ليه حكمة؟ لو أراد له الإجهاض ليه حكمة؟ علينا الرضا بالحالتين ولازم نفكر كزوج وزوجة كل واحد يقول لنفسه هل يطرى أنا جدير بالأبوة؟ وهي تقول أنا جديرة بالأمومة؟ مركز سي بي سي أو كابيتل للإنجاب وهو محور الحلقة بتاعتنا النهاردة بيقدم عيادة مخصوصة إلى عيادات الإجهاض المتكرر هي عيادة الإجهاض المتكرر اللي بيساعد في الكشف عن الأسباب الغير تقليدية وتقديم العلاجات الغير تقليدية للحالات الإجهاض المتكرر زي كده وتشخصها وراسيا قبل زرع الأجنة الحقيقة ما بنحبش نتدعي ولا نقول إحنا الوحيدين ولا إحنا الأول ولا إحنا المركز الأفضل ولكن الكثير من المراكز تقوم بتقديم هذه الخدمة ومركز سي بي سي يتميز بوجود علماء للوراثة وعلماء للموليكلر بيولوجي في داخل فريق العمل مما يعطي زخم وصروة لفريق العمل وإن شاء الله يخدم مصلحة المريض طبعا بداية يعني بعتذر عن بعض الصور اللي كانت صعبة على سيدة المشاهدين لكن هو ده العلم كما يقولون وطبعا كل التحية لكل الفريق العمل في مركز سي بي سي من أطباء ومن أعملين كما قال الدكتور أحمد حسيني دكتور أحمد بقي لي في هذه الفقرة أقل من دقيقة كنت عايزة أتكلم سريعا عن العلاجات غير التقليدية دلوقتي العلاجات الغير تقليدية تشمل صحة التشخيص تشمل المناظير الرحمية تشمل الأشعب الصبغة عشان بعض العيوب الخلقية الغير مكتشفة تشمل أن أنا أعمل بعض العمليات التصليحية سواء لالتصاقات لحميات أو رامل فيها أو في أي مشكلة في تجويف الرحم هو المكان الأساسي إصلاح العيوب الهرمونية والغدد الصماء ومشاكلها كان في غدة درقية كان في غدة جار كلوية كان في أي غدة من دول فيها خلل في إفراز الهرمون يجب أن تكتشف وتعالج العلاج الغير تقليدي يشمل العلاج الجهاز المناعي يشمل علاج بالمضادات الحيوية طويلة المفعول الحيوية العلاج بمضادات التجلط أصبح دوء أهمية قليلة حقاً الهبارين والكليكسان واللي الناس متعودة عليها أصبحت معدش ليها شيوع جامد دلوقتي لأن أسبابها مش هي أشهر أسباب للإيجاد كل ده بيخلينا منظومة كبيرة أهمها الصفات الوراثية والجينية وهو ده التطور وهو ده الغير تقليدي وهو ده اللي بيقدمه مركز سي بي سي كابتال للإنجاب شكراً لك دكتور أحمد على هذا الطرح الجميل أشكرك باسم كل السيدة المشاهدين شكراً لك عفوان يا فندي بنا يخليك كنا معكم مش ده الكرام على مدار ما مضى من هذا الوقت شكراً لك أصول أستاذ دكتور أحمد حسيني سلامة أستاذ النساء والتوليد بكل الطب جامعة عن شمس وأيضاً استشاري الحقنة المجهاري بمركز كابتال للإنجاب سي بي سي شكراً وإلى اللقاء موسيقى 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 مفيش مشكلة ملهاش حل اوعتي أسي من رحمة ربنا مع مركز كابتال للإنجاب سي بي سي ربنا هيحقق لك حلم الإنجاب إن شاء الله مركز كابتال للإنجاب سي بي سي من أكبر المراكز بالشرق الأوسط للحقن المجهاري وأطفال الأنابيب إحنا بنساعدك لحدوث حمل مش بس كده إنت كمان تقدر تحددي نوع الجنين في مراكزنا أطباء استشاريون ومتخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة وكمان غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة وحضنات حديثة على أعلى مستوى ومعمل تحاليل متكامل بيعمل على مدار 24 ساعة ولأن راحتك وساعدتك تهمنا يوجد إقامة للمختربين من خارج القاهرة لأدة أيام كما يوجد وحدة خاصة لألاج أمراض الزكورة وعينات الخصية في مركز كابتل للإنجاب سي بي سي للتواصل مع مركز كابتل للإنجاب الأمل في الله كبير شركة الشريف للإنتاج الإعلامي تقدم أفضل الاستوديوهات لإنتاج البرامج والإعلانات وحدات تصوير خارجية متخصصون في إنتاج البرامج التلفزيونية وكفة أعمال الجرافيك والمونتاج تصويق البرامج والإعلانات على كبرى القنامات الفضائية للتواصل شركة الشريف للإنتاج الإعلامي اختيارات بلا حضور